السلام عليكم عائلة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح العائلة التي انحدرت من مديرية سنحان وشكلت جدلا كبيرا ومركز نفوذ ظل يتحكم بإدارة شؤون المؤسسة الأمنية والعسكرية لثلاثة عقود يحيط هذه العائلة جدار سميك من السرية حيث حارس صالح على إبعاد عائلته عن الأضواء فيما أسند العديد من المناصب العسكرية والمدنية لعدد من أخوانه وأبنائه وأبناء أشقائه يشير تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن إلى أن صالح استخدم المصاهرة مع عدة عائلات بارزة كوسيلة لإنشاء تحالفات دائمة أحمد نجله الأكبر الذي كان يعده صالح لخلافته وشغل منصب قائد الحرس الجمهوري حتى 2013 وتمت إقالته عقب الإطاحة بوالده وعين سفيرا لليمن لدى الإمارات حتى 2015 ولا يزال مقيما هناك تحت الإقامة الجبرية كما أعلن حينها نتيجة إصدار قرار أممي يعتبره أحد معيقي التسوية السياسية في اليمن عاد أحمد إلى دائرة الأضواء من جديد بعد مقتل والده حيث توعد بالتأريل والده من قتلته وتسعى أبو ظبي لإعادته إلى المشهد السياسي والعسكري في اليمن عبر بوابة المؤتمر الشعبي العام خالد علي صالح وشغل قائد للواء ثالث مشاه جبلي حتى 2012 أوكلت إليه بعد ذلك مهام إدارة الشبكة المالية لصالح في الخارج وفق تقرير أممي ظهر خالد في لقاء جمعه بولي أبو ظبي مؤخرا محمد بن زايد إلى جانب شقيقه أحمد يكترف الغموض مصير بقية أبناء عائلة صالح الذين ليس لهم أي نشاط عام ومعظمهم إن لم يكن جميعهم تلقوا تعليما عسكريا وما زال مصير صلاح علي صالح مجهولا فيما تتحفظ ميليشي الحوثي على مدين علي صالح لدى صالح عدد من الأخوة الأشقاء وغير الأشقاء أبرزهم علي صالح الأحمر الذي كان يشغل مدير مكتب القائد لعلى القوات المسلحة وعند الإطاحة بنظام صالح أطيح به أيضا واختفى من المشهد كليا أما الشقيق الآخر محمد صالح الأحمر فكان يشغل قائدا للقوات الجوية وقائدا للواء السادس طيران ومع ثورة الحادي عشر من فبراير أطيح به من قيادة القوات الجوية ليختفي من المشهد والآخر أما محمد عبدالله صالح فهو الأخ الشقيق لعلى عبدالله صالح شغل منصب أول قائد لقوات الأمن المركزي وتوفي في 2001 لدى محمد عبدالله صالح أبناء اعتمد عليهم صالح كثيرا على رأس هؤلاء طارق الذي لازم عمه حتى اللحظات الأخيرة حيث كان قائد حمايته الخاصة كما أن شقيقه محمد اختطفته مليشي الحوثي من أحادي مستشفيات العاصمة حيث كان يتلقى العلاج جرى إصابته في المواجهات التي شهدتها صنعا أما يحيى محمد عبدالله صالح فقد شغل منصب أركان حرب الأمن المركزي حتى نهاية 2012 ويتواجد حاليا في لبنان لإدارة عدد من استثمارات أسرتي هناك أما عمار محمد عبدالله صالح فقد شغل منصب وكيلا لجهاز الأمن القومي حتى إبعاده منه وفق قرار هيكلة الجيش الذي أصدره الرئيس هادي في 2012 وتم تعيينه عقب ثورة الحادي عشر من فبراير ملحقا عسكريا في إثيوبيا ويتواجد حاليا في أبوظبي حيث ظهر قبل أيام قليلة إلى جانب أحمد علي مع ولي عهد أبوظبي بقي توفيق صالح وشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة التبق والكبريت الوطنية حتى عقب ثورة الحادي عشر من فبراير ويتواجد حاليا في الخارج وهناك أسماء أخرى كانت تتولى أعمالا وظيفية أخرى من ضمنها الملحق العسكري السابق في واشنطن تيسير محمد صالح الأحمر يمكن القول أن عائلة صالح كانت إحدى أكثر العائلات إثارة للجدل وإحدى مسببات سقط الشارع على صالح بسبب مخططاته للتوريث واحتكال المناصب الأمنية والعسكرية المفارقة أنه بالرغم من حرص صالح على إقحام كافة أبنائه في سلك العسكري وقيادة المؤسسات الأمنية والعسكرية إلا أنه انتهى وحيدا وبدون أي مساندة أي من تلك الوحدات أو القوات التي حرص على إسناد مسؤوليتها لأبنائه وأقاربه موسيقى موسيقى موسيقى